منح المجلس الانتقالي حكومة تصريف الأعمال مهلة حتى نهاية شهر الجاري لإيجاد معالجة شاملة لملف مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية من ابناء المحفظات الجنوبية وقال المجلس أن صبره الذي طال أمده لإفساح المجال لجهود التحالف العربي لإرغام الحكومة اليمنية على تنفيذ التزامها نفد من جانبه قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي أن المجلس الانتقالي يماطل في تنفيذ الشق العسكري المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن وفقا لألية اتفاق الرياض